الجزائر خلال أهد ديلون من يوليو 1834 إلى غاية 1835 ميلادي السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات كان الحاكم العام الجديد ليونطد بلغ من التبرعاتية إذ كان في السنة السبعين من عمره عندما أصدر وزير حربية تعيينه على الجزائر في نهاية يوليو 1834 ميلادي ولم يتندل ليون نفسه يتوقع هذا المنصب خصوصا وأن ماضي في معاتة واتلو لم يتنمجيدا فهو إذن من ضباط نابوليوم المهزومين وتان من العدس بحيث لا يستطيع ارتداء ثيابه بنفسه حتى شد أزراره ورجل من هذا الطيراز لا يمكن أن تكون له مبادرات شخصية فتان دين ليون ينتظر التعليمات من وزيره ومن سوح حظه أن منصب وزير حربية التغير في فرنسا على أهده القيصر سنة واحدة ست مرات وعندما وصل دين ليون إلى الجزائر تانى الجيش الفرنسي ما يزال محاصرا في بعض المدن الساحلية خصوصا وهران وعنابا وإذا تانت وهران ومراقزها الساحلية مستغانة مؤرازي وتتحتم فيها معاهدة ديميشال فإن عنابا تانت تحت ضغط رواتر سنطينة والمطاومة الشعبية كما تانت هذه المطاومة لا تترط الفرصة لجيش العدو بالاسترار في بيجايا وقد حاول احتلال البليد ولكنه فاشل في محاولاته فاتفى بإقامة معسطر في الدويرة وآخر في حوش شاوش طرب أبو فريد ليأتون مكازين أماميين لرد هجومات أهل حجوت وقوات الحادسي دي السعدي إم زعموم ومطاومي أوطان متيجة للأموم ولكن هجومات أهل متيجة والحرائط التي أشعلها في مزارع الفرنسيين القريبة من العاصمة لم تكن إلا فصلا صغيرا أمام الهزيمة الساحطة التي لحطت بجيش الاحتلال فيما عاطت المرطع في الثامن والعشرون جوء 1835 ميلادي ذلك أن الجنرال تريزيل أو الأعوة ما يسميه الجزائريون لأنه تان بعين واحدة الذي خلف ديميشال في قيادة إقليم وهران تانى تثير التبجح بنفسه وتانى يشبه زميل أوطلوزيل في الدعوة والفشل فقد فاشل في بيجايا وها هو يفشل في وهران أمام قوات الأمير عبدالقادر التي جاء لضربها مدعيا أن مؤهدة ديميشال كانت مجحفة في حق فرنسا وأخذ يتحين طول فرصة للإخلابها فجعل من طضية الدوائر وزمال ذريع للإطاحة بها ثم سويلت له نفسه الحرب ضد الأمير فإذا تريزيل يطع فريسة ما جنت يداه ولم تكن المرطة هزيمة له وحده بل تانت هزيمة أشنع للحاتم العام نسه ولذلك أسرعت وزارة الحربية بتعين حاتم عام جديد خلفا للعجوز ديلون فإذا هو تلوزيل صاحب السيرة غير حميدة في المرة السابقة والذي تانى عهده ثاني تعهده الأول سلسلة من الهزيم أيضا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بايت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ومبارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد